بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اسمي لوبنا قيسي مواطنة مغربية مقيمة بألمانيا من أصول أمازيغية من مدينة الخميسات كان وجه هذا النداء وهذا التدلم لجلالة المالك محمد السادس نصره الله وأيده لأنه ولي أمري وراعي البلاد ولأنه الوحيد الذي هز الهمة ديالجالية وكيت تذكرنا دائما في الخطابات ديالو وكذلك لأن جلالته من نادانا للاستثمار في الوطن الحبيب وإحنا سمعنا وقطعنا وجينا بكل رأس المال وبكل حماس وبكل ثقة للاستثمار والمشاركة في بناء المغرب الجديد سيدي أعزك الله وسدد أخوتك أنا تقدمت في نوان بير سنة 2015 للكتابة العامة بعملة الخميسات بملف مشروع سياحي على أرضي بيت الرومي بإقليم الخميسات على الشكل منتجع خشبي إيكولوجي صديق للبيئة السيد الكاتب العام السابق أنا ذاك أرسلني بتوصيها لمديرة مركز الاستثمار بالرباط اللي عجبتها فكرة المشروع ووعدتني بالبت فيه في أقرب وقت ممكن لكن ومد ذاك الوقت وأنا كان نادل من أجل كل شيء من أجل حصول على رقم الملف ومن أجل عدم الضياء ديالو ومن أجل انعقاد لجنة الاستثناء ومن أجل البت في المشروع اللي لم يتم البت فيه لحد الآن بقرار رسمي معلن لأسباب لا أعرفها ووليت في الكرة الطاولة كانت راما شخصيا ما بين الإدارة وألمانيا وما بين ألمانيا والإدارة لا تجاوب لا برسائل ولا بالإيميل ولا بأي طريقة محترمة تدولها العالم بأسره لتبادل المعلومات في عصر العالم والإنترنت ووليت كائن جوي كانتر من بلاد البلاد ملقيت غير الدبابية والوعود الشفوية كل الأبواب مصدف وجيه والإجراءات الرسمية الوحيدة لهذه اللي اتخذتها معايا مركز الاستثمار مؤخرا كانت تعتبر مجرد أفخاخ لمحاربتي لأنني اتجرأت ورسلتهم عن طريق الأعوان القضائيين بعد أن تفح الكيل ومن بعد أكثر من سنتين ونصف من الانتظار ما بين الأمل والوعود والإحباط عانيت أنا وراجلي الألماني وبناتي أسوأ أيام العمر تكبت خسائر مالية ونفسية ومعنوية كبيرة من شراء الأرض وتنقلات ومصاريف ومن ضياع وقت وكذا فقدان السمعة ديالنا مع شركاء وأربار عمل بل الأسوأ من ذلك كله هو فقدان ثقة في الإدارة المغربية وفي أخلاقيات المسؤولين اللي كيشتغلوا يدا في يد خصوصا وأن بعضهم معروفين بالنفوذ ديالهم وكيتباهوا بقربهم من القصر وإني كل يقين بأن القصر بريء من ذلك سيدي ومولاي أنا كنعرف بأن جلالتكم الوحيد اللي كيحسبوا لي ألف حساب بذلك أناديك وأنا كلي أمل في رفع الظلم عني وردي الاعتبار لي ولسمعة الوطن فيما يتعلق بموضوع الاستثمار بالمغرب خصوصا وأن استثماري هو استثمار إيكولوجي كيعتمد أرقى الوسائل والتقنيات المعتمدة عالميا في حماية البيئة بشهادات خبراء ومتخصصين وكذلك كون مشروع ديالي مناسب جدا لمنطقة دايت الرومي اللي ما أحوجها لمثل هذه الاستثمارات الإيكولوجية اللي كتحافظ على سلامة البيئة وكتحقق فرص الشغل وكتحرك عجلة التنمية في نص الوقت فهذا هو إبداعي إبداع مواطنة مغربية تقدس تراب المغربي ولا تحيا إلا عليه لكني بالمقابل تعرضت لأقصى أشكال أنواع تماطل التحايل الإداري فيا ملكي ويا سيدي ويا ولي أمري إني وبعد عون الله أستعين بعونكم وأترجاكم في مسيرة استثمار إيكولوجي سليم فريد من نوعه تطلب مني سبر سيدنا أيوب وعمر سيدنا نوح لكن عمرني ميئس لإيماني بالله وبالمشروع ديالي بالوطن وبحامي حما الدين والوطن رعاكم الله وأعانكم وسدد خطاكم وجعلكم إن شاء الله سندا لي في هذه المحنة والسلام عليكم